إلا أربع سنين دول أرجع لهم تاني أنا اشتغلت سنة ونص مع كابتن صالح وسنتين مع كابتن حسن وأعتقد أن دول كانوا أهم أربع سنوات اللي بانيت عليهم خبرات كبيرة قوي 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 واستفدت منهم لما رجعت مجلس الإدارة بعد كده في 2014 مع مجلس المهندس محمود طاهر كانت الخبرات اللي كتسبتها هي سبب رئيسي وطريقة اتخاذ القرار وطريقة التفكير في مصلحة النادي الأهلي بدون أي موأمات وبدون أي أغراض وبدون ما تحسب إيه اللي حييجي على إيه مدام هي في حاجة لمصلحة النادي الأهلي بتاخد القرار البناء عليها طيب يعني المجلسين وراء بعض اللي حالك كنت فيهم كل مجلس شاهد يعني 2014 حصل ما حصل مجلس الكابتن صالح مع وفاة الكابتن صالح في صيف 2002 تعاملت انتخابات تكملية وأعيدة ترتيب المقاعد بالزبط الكابتن حسن استقال من مقاعد النائب وترشح رئيس المهندس بريم العلم استقال من أمين السندوق وترشح نائب بالزبط والكابتن الخطيب استقال من العضوية وترشح أمين سندوق بالزبط وبقى المجلس فضل زي ما هو بالزبط الجمعية عملت اللي النادي عايزوا واللي المجلس عايزوا بالزبط هذا الوعي التاريخ وأنا هنا بسأل بريم الكفراوي دارس العلوم السياسية تمام ايه الرؤية الجمعية العمومية للنادي الأهلي في هذا الوعي أجيال كتيرة بتتغير سنوات كتيرة بتمر لكن بيفضل وعي الجمعية العمومية للنادي الأهلي الظاهرة حدك تفسيرك ايه لا الوعي الجمعي ده بيبقى وعي ترقومي والخبرات دي خبرات ترقومية يعني دايما يقول لك يعني انت تقدرش تقول يعني زي مصر لما تيجي تتكلم عن مصر يقولك في الشخصية المصرية دي شخصية مترقمة ألاف السنين نفس القصة الشخصية بتاعة النادي الأهلي أو وعي عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي ده وعي ترقومي شاف واللي بيدخل جديد بيتعلم من الموجود أي واحد ولما تبص حرك على انتخابات النادي الأهلي على مر تاريخها السمة اللي هي اللي ما تقدرش تختلف عليها بجميع الانتخابات إن أي واحد بيتطاول أو بيعدي حدود مبادئ وأخلاق النادي الأهلي بيبقى بلا أي شك جماعة تسقطه أو بترفضه أو بترفضه وبيبقى يعني الدنيا الناس بتلفظه ليه؟ لأن انت ليك طريقة معينة في النادي الأهلي طريقة في الاختلاف طريقة في إبداء وجه نظرك طريقة في إبداء الرأي والجمعية العمومية بتاخد قرارها عن كده عشان كده عمر الجمعية العمومية ما راح تناحية حد ويقولك ده سيجيب حقنا أو ده سيبصوته عالي أو كلام ده كله بالعكس الناس دايما بتشوف إن النادي الأهلي ليه مظهر معين منظر معين مبادئ وسمات معينة لازم نحفظ عليها فأعتقد إن ده وعي ترقومي وحيفضل وحيفضل يعني إحنا وتوارسنا وحيتوارسوا أولادنا وأعتقد إن الانتخابات الجاية مش هتخرج عن الإطار ده واللي بعدها وأي انتخابات جاية إن شاء الله